هذا سؤال أبو سعد يعني يمكن شوي ضيق صدرك مع صدرك واسع أنت لكن هذا يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم المعجر من الطموحين العمليين لكن يعيبه التحييز لفئة معينة من موظفي الصندوق وعدم العدالة في توزيع المكافآت والامتيازات والتعدي والظلم على موظفي الصندوق القدامى اللي أمضوا فترات كبيرة في الصندوق ولاهم عالي لكنهم الآن يعيشوا مرحة تطفيش وتطنيش أنا عندي تحييز صراحة تحييز المين هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستويف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي وأصالف معهم عن مستجدات ومستجدفات رؤية سعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم ما هو غريب عليكم اسمه كان موجود في الحلقة الثانية من حلقات بودكاست سقراط اللي هو الدكتور إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية يمكن ليحفزني أني أرجع أدعو الدكتور مرة ثانية لها الحلقة حاجتين الحاجة الأولى الحلقة الأولى كانت قديمة وفي فترة ثلاث سنوات ونصف بين الحلقتين تقريباً ففرصة نتابع المستهدفات ونتابع المستجدات اللي صارت فيها الفترة والسبب الثاني أن هذا هو آخر اللقاء للدكتور في فترة عمله كرئيس تنفيذي للصندوق وحيقادر إلى تجربة جديدة فكانت نهاية الحلقة حديث كذا بسيط عن المرحلة الجاية ومفهوم الأثر اللي يؤمن فيه وتبناها الدكتور إبراهيم أما الحلقة فكانت مثل ما أعتدته في البداية ذكرنا شوية بمفهوم الصناعة ليش إحنا مهتمين بالصناعة واشتورها في التحول الاقتصادي اللي عيشها في السعودية تكلمنا عن المشهد الصناعي بشكل عام الخمس سنوات الماضية وبعدين دخلنا بعمق في الصندوق تكلمنا على التحول اللي صار في الصندوق على مستوى علاقته بالقطاع الخاص ومنتجاته على مستوى المنشأة نفسها والفريق اللي فيها وعلى مستوى علاقتها بالمنظومة والقطاعات وبعدين دخلنا على متابعة بعض الأرقام اللي حكوا عنها في الحلقة السابقة في موضوع نسبة قروض المنشأات السعودية المتوسطة في موضوع اشتراطات الضمانات اللي حين تصير مبالغ فيها وتثق الكاهل المستفيدين من الصندوق على موضوع التحول لتقنيات الجيل الرابع على موضوع وهذه صورة نعنا في النهاية شوية موضوع التجمع الصناعي وإقراض الشركات السيارات الكهربائية مثل لوسيد وسير وكيف ممكن هذا الشيء يعني يرتبط بستراتيجية الصناعة وكيف ممكن هذا الشيء يفرق معانا كنقطة تحولية بحسب وصف ضيف الحلقة وفي الأخير ختمنا كالعادة بمجموعة من سالتكم الثمينة مثل اعتراض أحد الموظفين على الاهتمام بالموظفين الجدد في الصندوق وتهميش بعض الموظفين القدامة من وجهة نظر هذا الموظف التركيز على تمكين المرأة وزيادة نسبتها في الصندوق ايش الدوافع لمثل هذه الخطوة الكلام على الفرق اللي يراها الدكتور بين قائده السابق معاني الفالح وقائده الحالي معاني الخليف في منظومة الصناعة وغيرها من أسئلتكم الثمينة أترككم مع الحوار حياك الله أبو سعد شرفتنا نوارتنا اشترف لي الله حفظك وزي ما ذكرتنا صراحة سعيد وجودي معكم هنا مرة ثانية كنا أمس وأنا في اللقاء الثاني واسمه رحيم ما شاء الله وفوق المية ومية اللقاء وفوق العشر ملايين مشاهدة واستماع وكذا شيء صراحة مشرف والله شكر لله ثم لضيوفي المرحلة الأولى لأنه هذه فعلا أنا ودي أسألك ما لما دخل بحوارنا بس وش اللي خليك تقبل دعوة منصة أو برنامج مغمور يعني أنت سجلت معنا حلقة ثانية ومن بين الخمسة ضيوف حقين الموسم الأول أنت الوحيد اللي ما بينه بينك حلاقة شخصية وقتها فكلهم أقناعتهم بحب الخشوم يعني تاكفون تعالوا أنت الوحيد اللي ما عرفك وقبلت الدعوة وكنت حلقة ثانية في برنامج ما نشر وقتها ولا حلقة وما هو معروف ولا حديدش قصته وش اللي خليك تقبل الدعوة ذاك الوقت السببين صراحة سبب الأول أنا عموما كذا الشباب والمتحمسين وكذا دام عندنا قطة ضعف فأي شخص شاب ولا شابة متحمس الشي ودي أن يكون لو جزء صغير من قصتهم شي ثاني طبعا في تاريخ بين الوالد الله حفظه والوالد وعمر فبرا بالوالدين يعني ما هو بس عشان الناس لأنه في ناس يعتقدون أنه كل ضيوفي يعني فزعم الوالد لا لا ما حتكلم بس أنا تقديرا العمر اللي بينهم ولا أبوي يكلمني ولا أبوي يدري أصلا أنا كان عن البرنامج ولا أنا ظاهر والدي ذاك وقت يدري صح بس أنا تقديرا تعرف لا والله تعني لنا كثير يعني فعلا تكلم عنها من زاوية يمكن تشوفها بسيطة بس أثرها غير عادي يعني بالذات في البدايات وانت منصة مغمورة تماما سهل اليوم أن يقنع أحد مو سهل بس أسهل كثيرا أن يقنع اليوم ضيوفي شركة في بودكاستفران منصة بنت نفسها وصار لها جمهورها وصار ممكن يوصر رسائلهم من خلالها وفيه ريوورد أو فيه عائد مقابل المخاطر حقا الظهور الإعلامي اللي هي موجودة في أي ظهور بس في ذلك المرحلة يعني يتطلب الموضوع دعم عالي جدا عشان الواحد يعني يقدر يكسب ضيوف مثلك الشرواك وهذا البناء التراكمي من الضيوف هو اللي فتح لنا أبواب مع ضيوف آخرين فأهنيك على هالعادة أتمنى تستمر عليها الله أزاك و جاء وأتمنى ليستمعونا برضو إن كان عندهم تردد إنهم إن شاء الله ما يترددون في إنهم يكونون ضيوفنا في المستقبل بإذن الله لا أتشجع جميع أن يكون ضيوف بس ودي بعد يكونون ضيوف المشاريع اللي برامج مغمورة أيضا ويساعدون شباب وشابات جداد يا سلام بإذن الله الله يقويهم على طال التشجيع كيف كانت مبارات الجمعة؟ أول شيء أبارك للجميع يعني فوز المغرب صراحة فريق عربي أول مرة يعني حسرحت العيال وش معناها وتحمسوا فكرة إنه فريق عربي وصل لحين نص النهاية أنا من يبراعي كرة مرة بس يعني طبعا الحلقة هذه ستنشر بعد نهاية كأس العالم كلها لعلها إن شاء الله فوقتها حنشوف وين وصل المغرب بس حاليا هو الآن واصل لي صراحة بغض النظر وين يصل الربع النهاية نا عد الربع النهاية نصف النهاية صحيح نصف النهاية صحيح سبحان وغير حواصل تعلمك الكرة يعني أنا من يبراعي كرة بس صراحة شيء يرفع الراس الجمعة أنا طلعت أنا أبناء الدوحة وحضرنا مبرايات يوم الجمعة وكان جميلة صراحة حماس وكذا وشامت حمسين أنا شاف برازيل وشاف أرجنتين بس حلو مفهوم الختات أنا سميه يعني أنت عندك سفرات كثيرة بس قصيرة وقلت شرحت اللي علاقة هالموضوع بطبيعة عملك وانشغالك وكيف أنك تقدر توازن ما بين سفرات كثيرة قصيرة مع أولادك مع والديك مع أصدقائك ومع أنك يعني مسؤول عن أشياء كثيرة قاعد تأخذ موقتك هي السؤال تركز عليش الواحد مثل نقول ليش أطلع يوم يومين احنا خدتنا أنا وزملاي وعيالنا طلعنا السريلينكا وويكند طلعنا الخميس وصلنا فجر الجمعة قعدنا الجمعة والسبت ورجعنا سبت الليل يقول لو رحنا أسبوع ما تسوى السؤال هي طبعا لو أسبوع أفضل السؤال الخيار أسبوع مم موجود الخيار الموجود هل أروح أجلس يومين هنا ولا أروح أخلق ذكرى أنا وأبنائي إذا هي أملج ولا هي رحنا مثلا جمعوا سبت النجران وأنا عقب عندي سفر الأمريكا ورحلة عمل وكذا رحنا يوم ونص مجموعة من زمنة وأبنائنا هل وين تخلق الذكرى وين تخلق التجربة التي تبقى لك مع زمنائك ولا مع أبنائك ولا كذا هل تركز عليها فستتركز عليها التعب لا حكين عليه لا يوجد تعب مع الطيرات يعني التعب في كل شيء الواحد اللي يتعب من أي شيء ما رح يسوي شيء فأنت مؤمن بسالفة أنه خلق الذكرى حتى لو كانت يوم يومين طرم البديل ما هو متاح اللي هو أبو أسبوع مثلا بغض النظر عن البديل أنك أركز أني خلق ذكريات تركز على حياتك خلق ذكريات خلق تجارب تبقى العمر وشوهو تجارب بينك وبين الناس اللي تحبهم تبي تخلق هالذكريات تزعيش فيها معظم الوقت نقول لنا ما حصل كذا وما صار كذا ما صار كذا ما قدر أسوي كذا وصير اليوم زي أمس الذكريات مو بالسفر فأي شي تسوي لو نطلع جد فتر نطلع أنا الزملة نقوم الصباح الفجر يوم السبت نطلع ساعة ستة سبعة ساعة واحدة ظهر أنا راجع عندي اجتماعات هالأربع خمس ساعات أفضل وطلعنا يومين ورحنا البر بس أربع خمس ساعات ذكريات جميلة وش خيار الثاني الخيار الثاني أني جالس في السرير نائم ما صار زي اليوم القبلة واليوم اللي قبلة فكذا منطقت سفرات الأبو يوم ويومين أنا حياتي كلها أوزنها هذا كذا إن هاللي قاعد تسويه الآن هل هي عشا هي طلعة هي سفرة هل خلقت ذكرة أو لا من ذكريات الجميلة هي حوارنا الأول اللي كان في أبريل 2019 ويعني ساعدنا فيها باستضافتك وساعد بصفتك رئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية واليوم ما زلت أنت على رأس الصندوق وهذه حلقة ثانية فما نبغى نكرر بعض الأشياء اللي حكينا عنها نبغى نخليها امتداد للحلقة السابقة فاللي مهتم يعرف فكرة الصندوق تاريخها نشأتها هذه قطيناها أنا ودي أدخل هنا على جوانب التحول بحكم الانسقراط يركز على توثيق التحول وخلنا نبدأ بالصورة الكبيرة قبل ما ندخل في الصندوق القطاع الصناعي بشكل عام من 2018 لما رسمياً كلفت بقيادة الصندوق إلى اليوم نهاية 22 أربع سنوات شهدت يمكن أهم الأحداث اللي مرتبطة بالقطاع الصناعي في السعودية لخصلنا التحول اللي صار في القطاع الصناعي اسمح لي أبدأ باهمية الصناعة الصناعة مهمة جداً للتحول الاقتصادي إذا نبي نستمر حنا من أفضل من أكبر 20 اقتصاد وإن شاء الله من أكبر 15 اقتصاد مهم جداً نبني قطاع زي قطاع الصناعة لو بلخص هداف التحول الاقتصادي كاملة بلخصها بهدفين هدف الأول خلق وظائف ممنية المعرفة الهدف الثاني تحسين ميزان المدفوعات خاصة من خلال الصادرات تقيمة مضافة عالية هذي أهم هدفين للتحول الاقتصادي ليه؟ واركز على الثاني لأن أقرب الصناعة وبسطها لأن تكفى عشان الناس لم يمقتصين الأولى كلام صعب شوي مهم أني أخذق وظائف ممنية على المعرفة ليش الوظائف مهمة جداً عشان أسفيد مقدرات شباب وشباتي بس أبي وظائف ممنية على المعرفة لأن قيمة المضافية عالية لأن أغلى ما عندي ترهم من سعودين وسعوديات عشان عشرين مليون سعود وسعودية عشان أستمر أكون من أكبر اقتصادات العالم لازم نقيمة من كل شخص اللي انتجها كل شخص يكون عالية جداً فلازم أستثمر فيهم أولاً ومكنهم يستثمرون من أنفسهم في التعليم وكذا وسقط بقطاعات تسمح لهم ينمون وصير قيمة المضافة اللي يخذقونها عالية جداً فالأولى خلق وظائف ذات قيمة المضافة الثانية ميزان مدفوعات وش الفكرة؟ حنا مثلاً الآن والحمد لله وعلى الميزانية حلينا مشكلة اعتمادية الميزانية الدولة على مجال واحد ولا مدخول واحد بس حنا كاقتصاد لازم اللي أشتريه كثرة اللي يبيعه صح يعني أبسط شيء ممكن فهذا اسمه ميزان المدفوعات أنا الآن أنعمني الله أنعم علي الله سبحانه وتعالى بالبترول فقدرتنا كبلد على الشراء عالية لأنني عندي منتج الهو بترول تكلفته قليلة سعره عالي فرق السعر هذا دخل يدخل للاقتصاد ككل وأقدر أشتري فيه اللي بيننا في البلد الحمد لله بلابس سيارات أجهزات وإنها تحتية جامعات مدارس منسجفيات وكذا عشان ينجح كل هذه تعتبر واردات أشياء استوردناها من بره إيه والآن الحمد لله الصناعة تساعدك في شيئين الصناعة تساعدك أو شيئين تقللها الواردات بدل ما أدفع عشرة ريال عشان أشتري شيئين من بره إذا صنعت جزء منه في المملكة تفع ستة خمسة وأربعة خمسة في السعودية اللي أفضل بعد أني بكر أقدر أصدر من المملكة ومزي ما تصدرنا نحن صناعات البترو كميوية وبعض الصناعات الخذائية صرت أصنع شيئين بأربعة خمسة وبيع بعشرة لازم أصدر أشياء كثيرة لتقييمة مضافة عالية عشان تعوض لي أو تضيف إلى اللي يسويه البترو فيمكن أهمية الصناعة هالشيء عشان بكرة كالاقتصاد يقدر أشتري لازم أبيع ولازم أبيع شيء ربح عالي تقدر أشتري شيء تكلفته عالية هذا ما رح ينحل إلا بصناعة مبنية التقنية وقيمة مضافة عالية فهذه أهمية الصناعة عشان نجاح الاقتصاد إن شاء الله ونجاح رؤيته وبان الفترة اللي مرت خمس سنوات من أول 2018 إلى آخر السنة هذه خمس سنوات العمل اللي صار كبير جدا وبربطه بالرؤية لأنه مزي ما ذكرتك في القطاع الأول الجميل في اللقاء الأول الجميل في الرؤية نبين لنا التوجهون راحين أهم برامج الرؤية أطلقت في أول 2019 من ناحية اقتصادية في برنامج تطوير الصناعة الوطنية وخدمات اللوجيسية يطمح لتحويل المملك القوة الصناعية رائدة ومنصة الوجيسية عالمية هذا هو اللي بيحولنا بطريقة إنه يصير عندي قدرة أبيع علشان بكرة أشتري أشتري أشياء اللي أحتاجها هذا أول ما صار فيه أول عام 2016 تلاه إنشاء وزارة الصناعة صار عندي وزارة متخصصة لإقطاع الصناعة هذا يمكن كان حلم للكثير منهم الوالد اللي حفظه بس صار الآن لأنه إذا هدفي هذا أولوية عندي في الرؤية لازم إنشاء وزارة الصناعة تلاها إنشاء مركز السنمية الصناعية بنك الصادرات هيئة المحتوى المحلي ومساعدة الحكومية والتغيير اللي صار للصندوق الصناعي وهيئة الملكية الجبالية ينبع وهيئة مدن الصناعية تغييرات كبيرة كثيرة وآخرها السنة هذه يطلق سمو سيدي للإستراتيجية الوطنية للصناعة فالتغييرات اللي تمت كثيرة جدا ولمكنات كثيرة وذكر مع الوزير في لقاء الصندوق قبل أسبوع إن الآن التحدي اللي عندنا مو بس التغيير والتغيير الجاي أكثر إن شاء الله ولكن إبلاغ القطاع الخاص بالخدمات الممكنة كثير منهم حتى عارفوا وش المنتجات الإضافية والخدمات الإضافية والمكنات الإضافية من اللي وفرتها الدولة فالتغيير كثير بدنا نشوف نتائجها بتكلم مثال على مستوى الصناعة ومثال على صندوق الصناعي على مستوى الصناعة النمو اللي صار من 2019 إلى اليوم نمى الاقتصاد الصناعي 36% نمى نمى التصادرات تقريبا 48% نمى التوظيف حوالي نفس النسبة وهالسنوات اللي مرت فيها سنوات الجائحة اللي يعني كل شيء وقف وصار تحديات ومع ذلك وصلنا هالنمو عدل المصانع نمى بـ 25% فوجدنا نمو جميل الصندوق والصندوق الجميل فيه إنه واقع على الأرض يعني نحن فلوس نتفحها ونتفحها العادة بعد ما يستثمر المصانع فهذا نتكلم عن شيء موجود على الأرض منذ اطلاق الرؤية إلى اليوم اللي اعتمد الصندوق واصرفه أعلى مما عمله من عام 74 أتوقع من هاته السنة من عدية حتى نصر 2010 بس الآن أقول لك وصلنا إلى 2009 اللي صرفته في أربع سنوات من اطلاق الرؤية من أطلاق الرؤية أبريل 2016 إلى اليوم أعلى مما صار من عام 74 إلى 2009 وأنا توقع من نهاية السنة بنوصل إلى 2010 بس ممتأك فهذا كله في خمس سنوات بس لو برجع للبداية اللي أنت بديت فيها أهمية الصناعة في التصدير فيه كذا بعض المختصين يقولون بأننا ما عمرنا حنفلح في الصناعة طرح ما تركيزنا هو محتوى محلي محتوى محلي محتوى محلي وليس تصدير يعني ما زلنا حنى تركيزنا هو على كيف نصنع عشان نستاهلك محليا بس عطني من كل هذه النجاحات سلعة اليوم صرنا نصدرها سلعة معقدة أو سلعة متقدمة صرنا اليوم نصدرها غير النفط أو غير البترو كيميكالز اللي هي من زمان موجودة وعندنا فيها ميزة نفسية أو شيء تتفق مع هالكلام أتفق أنه إذا كان هدفنا في السلطة التوطين ما رح يكفي لأن المهم التوطين مفيد جداً لدعم زال المدفوعات ولكن ما يكفي لازم أبيع شيء ما يكفي أني أغلل مشترياتي لازم أزيد مبيعتي فشنا نبيع اليوم نحن غير النفط وبترول أكبر صناعات الصادرات ارتفعت في الثلاث سنوات الماضية تقريباً صناعات غير البترولية ارتفعت في الثلاث سنوات الماضية تقريباً 30% اللي نجحنا فيه واللي كان الجميل لأن السوق السعوية السوق المفتوح لا فيه جمارك عالية لا فيه إلى حد قريب ما كان فيه محتوى محلي شروط عالية ما كان فيه شيء ومع ذلك قدرنا نصدر صناعات غذائية قدرنا نصدر بعض الصناعات من بعض الصناعات الدعم للبترول ولا الدعم للصناعات الغذائية زي المضخات زي غير قدرنا نصدرها المكيفات نصدرها فيه بسيطة ولا قدرنا نصدر رغم التحديات رغم إنه ما عندي أي حماية ما فيه دولة ترى مصنعة ما عنده حماية عالية ولا دخول الأسواق بمبسط عالي زي ما كان عندنا ومع ذلك نجحت بعض الصناعات تنجح فإذا قدمتك الحماية ما شو بصير ويته النظر اللي عندي واللي إيضا راه معا الوزير إن المحتوى المحلي مهم جدا لدعم الصادرات أبي أبني القدرة الانتاجية بالمحتوى المحلي بس أبشرط عليه بكرة أبدعمك وبشتري منك عشان تبدأ شو شو تصدر طرح كوريا سوت كذا كثير سووا كذا ما بدأوا قالوا بس بصدر أبدعمهم داخليا بس لازم لازم تصدر فإحنا في المسار حق إنه نوصل للتصدير بإذن الله الخطة واضحة لازم من خط الأساس اللي كان 2020 صادراتنا كانت 169 لابن عندي 550 مليار في 2030 صادرات غير بترولية وهل في قطاعات معينة نقول إحنا عندنا قدرة نافسة أنه اليوم في دول خلاص يعني زي ما إحنا اليوم محد ينافسنا مثلا في تكلفة وهوامش ربح البترول لأنه عندك قدرات أرام كوبنتها على سنوات وعندك مزايا نسبية مرتبطة بالمكامل النفطية حقتك صعب يجي أحد نافسك خلاص أنت بنيت ميزة تنافسية هنا في قطاعات ثانية نفس الشي العالم بنى سمعته وبنى قدراته فيها فصعب أنك تنافسه هل حددنا قطاعات نبقى نركز عليها وإذا تكلم على الفلسفة ذكرتها شوي بدي ما تكلم عن قطاعات يعني في الصناعات الأساسية هو الأساس هي التكلفة واللي عندك مثلا يعني مصدر بترول تعدين شي مواد أساسية تبني عليها وهذه مهمة وجيدة والحمد لله نجحنا فيها الصناعات القيمة المضافة هي مبنية على استثمار في الكهد البشري والتقنية ما فيها حتى اللي عندها قدرة تنافسية من كان ينافس تلفزيونات سوني صح؟ أنا صغار لحين من متى أخذ مرة أشوف تلفزيونات سوني قدرة تنافسية فيها مو ثابتة وليه معتمدة على مثلا وجود مصدر معين والعمالة رخيصة وليه كذا معتمدة على الاستمرار في التطور في الاستثمار في الكهدر البشري في التقنية فسهل المنافسة فيها يعني ليش كوريا تقدر تنافس في الشيبس المعالجات ترى قبل خمسين سنة ولا شيء ما عندهم شيء قبل عشرين سنة عشان تسوه تلفزيونات يقدر تصنع الحمامري الشيبس وتايوان ليش تصنع ذا كله وليش أمريكيا بس ما قلت تنافس في كل شيء لأنك أنت بتفتت نفسك بلجي لهذه بجي القداعات بس أنا داما يتعبني الموضوع أننا نحن مع نقدات رنفسية مع نقدات رنفسية الدول بدأت بالعمالة الرخيصة عشان تربح فلوس عشان تسثمر في الكهدر البشري والتقنية عشان تنافس أنا الله رزقني البترول مو بلازم أرجع أقول خلاص أنا لازم أخلي شباب شبابات شي تطلع غير برامج الابتعاد الجديدة ما شاء الله والمتخصصة ركزنا عن شي جميل يكن ما ما هو واضح مرة بس أطلق الوزارة التعليم مع وزارة الصناعة برنامج تطلع الكهدر البشري وبعدرة جميلة اللي هي ابتعاد الشباب وشبابات للعمل في المصانع فالآن رأي مصنع ذات تقنية الدولة بتحمل جزء من تكلفة إنه موظفين يكريم يتوظفون بعد سنة اشتغلون في المصنع في كوريا ولا في المانيا ولا في اليابان عشان يطورون قدراتهم الفنية فأول شي لازم ناخذ إنه بداء القدرة نفسية شي نقدر عليه نركز نقدر عليه وحنا عندنا مثال رائحين بالسياحة من يتخيل إنه مثل عندي قدرة أنافس الدولة قالت أنا ببنيها بجرب مشروع البحر الأحمر مثال بنيت مطار حطيت مكان طورت المنطقة هل عندي وضوح قدرة نفسية عشان البحر جميل البحر جميل طيب في بحر جميل في كل محل في العالم بس لأني قلت أنا بركز وابنين قدرة نفسية وبإذن الله بنشوف قدرة نفسية هذه في العلا في البحر رحمة وغلافة في الصناعة استراجية الصناعية وضحت هالهدف وحددت ثلاثة أولويات الأوليو الأولى اللي عشناها في فترة الجائحة في بعض القطاعات لازم أمنيا أمن الصناعية تكون موجودة عندنا اللي نحتاجها مثلا أشياء القذائية ولا نحتاجها أشياء طبية ولا حتى الصناعات الأساسية زيانة بترول وكذا مهم تكون عندنا موجودة في مجموعة ثانية تقول أنا عندي سوق هنا غير مدعوم غير مخدوم سوق المنطقة كلها يا المنطقة العربية ولا شرق أفريقيا ولا وسط آسيا ما فيه أبي أنا أكون مركز سلاسل المداد لها ولو تشوف الآن التغيير اللي صار بعد الجائحة وبعد الحرب الاقتصادية نشوفها بين أمريكا والصين الشركات الكبرى تقول ما بيعتمد على سلاسل المداد وحدها ولا خط واحد بينهم وحدها فبنقول حنا تبي تخدم منطقة اختمها من هنا وسمعنا إعلان في القمة السعودية الصينية اختيار الصين جيزان منصة صناعية للشركات الصينية عشان تختم منطقة كلها لأن حتى هم بدأوا ركزون أنا ما أقدر أختم كل مكان من مكان واحد لازم يكون في اعتمادية في سلاسل المداد وبركز هنا الثالث قلنا نبي نكون قادة في بعض القطاعات الأساسية هنا اللي هي يعني حنا ويرتكينا بات حنا قاعد نقول بجرب ببني نفسي وش زودي صح عندي قدرة عندي شباب وشابات عندي قدرة تعليمية عندي بني أساسية وعندي فلوس وشي مستنفسي أحسن من كده وحددنا بعض القطاعات إن نبي نكون حنا قادة فيها مثل السيارات الكهربائية ما فيه حين ما فيه حين قادة دولة قيادية في السيارات الكهربائية حددنا في في السيارات الكهربائية نبي نكون عندنا قدرة شرائية كبيرة ليش ما نستفيد منها هذي عن مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم لا هذي بنكون عن مستوى العالم العالم نبي نكون عن مستوى العالم سيارات الكهربائية حدد في السراتيجية مجموعة في السيارات الكهربائية تحليف المياه تحليف المياه في بعض الصناعات العسكرية والطيران وطبعاً الكيميائية مهم جداً ما أقول أني تبني على مواطن القوة حقتك جداً أنا عندي قدرة كبيرة عندي الأهم صناعات تحولية واحد يقول أنا ما اعتمد عليها لأنني عندي الغاز بس نغافورة نادحة فيها وما عندها الغاز بس اللي أهم الغاز أني عندي 40 سنة كوادر بشرية وخبرات معرفية عالية جداً ليش ما سفيد منها؟ علاقات تسويقية قدرات البيع موجودة عالية جداً نستثمر فيها وذكر لأمير عبدالزيز الله حفظها أسموه أمير عبدالزيز وزير الطاقة أنه يعني في تنعان تحولية ضيعنا 40 سنة بس الآن خلاص في عصر رقمي متغير باستمرار المواكبة هي أساس النجاح ولأننا الرواد المستقبل الرقمي نوظف خبراتنا وقدراتنا لنمكن نبتكر نبدع في تبني أحدث التقنيات وتوفير الحلول بكفاءة وذكاء solutions by STC ومن القطاع الصناعي اللي لخصنا كده بشكل سريع التحول اللي صار فيه إلى الصندوق الصناعي تحديداً اللي أنت قوده وش أهم التحولات اللي صارت في الخمس سنوات اللي فاتت وممكن نرجع نستخدم نفس المراطق الثلاثة اللي استخدمتها في الحلقة الأولى أنت اللي هي على مستوى المنشأة نفسها هذا الصندوق على مستوى القطاع الخاص وعلى مستوى هي كات ثلاثة موشأة القطاع الخاص و مرسوبي الجهاز الجهاز حكومي المنظومة أسف أسف موقع الأهم موقع الأقرب الأهم للقطاع الخاص هو المنتجات المالية الجديدة كان في طلب كثير لمنتجات نحن كنا نساعدهم في بناء المصنع بدأي نوقف أنا أعطيتك قرض مشاريع بناء المشروع الدفاع للفلوس والسمر في عملها ما عندي قدرة أني أتعامل مع التحديات وواجهها والليس يفيد مفرص اللي تجي عملنا على محهم على منتجات مالية متعددة أطلقنا آخرها وحن فاخرين فيه جدا أسبوع الماضي في دقاء أطلقها معالي الوزير أو شيء أطلقنا شركة الصندوق الصناعي للإستثمار اللي بتعطينا القدرة على إطلاق باقي المنتجات منتجات التمويلية أطلقناها أطلقنا رأس مال العامل سلاسل الإمداد الاستحواذ متعدد الأغراض مجموعة صراحة غير المشاريع كان بقى بس للي عالت المخاطر اللي هي ما هي تمويل هي مفروض أني أخذها بطريقة أقرب للإستثمار لأنها مخاطرة مزي الإستثمار الجريء وكذا وما عندي قدرة أنا كصندوق أن يسويها مع أطلاق الشركة صار عندي أداة نظامية أن يسويها وأعلم مع الوزير أن تركز على دعم شركات صغيرة متوسطة وأطلقنا أول شيء برنامج تمويل الميسر اللي يعني يصير استثماري في حال الحاجة عن طريق الشركة وبدأ التقديم فيها الآن هذا أهم شيء صار في نظر الإغضاء الخاص بس لحظة هنا بدأت جبتها للشركة السؤال فينا شوي أكثر عنها كم رأس مالها مين يملكها وش بالضبط نوع أنشطتها الشركة رأس مالها يصل المعدمد يصل إلى مليارين ريال يملكها صندوق الصناعي تحت مظلة طبعا صندوق الوطني وتم إنشأها بدعم صراحة كبير من صندوق تنمي الوطني هدفها هي عشان المنتجات المالية اللي بقدمها القضاء الخاصد بعضها احتاج تكون تحت نظام الشركات وليس تحت نظام البنوك التنموية فلو تفكر في البنوك التجارية في البنك وفي الكابتل فهذه أقرب لهذه لو أنا مثلا بعطي دعم استثماري مثلا رواد الأعمال شركات صغيرة متوسطة 80% من العمالان شركات صغيرة متوسطة فحنا دعمينهم بس إذا جاك رائد أعمال عنده فكرة اللي يحتاجه مو قرض زي ما نشوف في التقنية اللي يحتاج هو رأس ما المخاطر رأس ما الخاطر في القضاء الصناعي لسه ما موجود حاولنا نجيبه الآن ممكننا كشركة أقدر أن أقدم زي هال بسهم في سي قضاء الصناعي لا يعطي منتجات مالية مثل هذه فيه منتجات مالية ما أقدر أعطيها مثلا كونفيرتبل دات لو بعطي تمويل يتحول للملكية ليش تمويل يتحول للملكية إذا صار تحدي للرائد الأعمال ورائدة الأعمال ما بيقول أنت مديونني بعمر كله خاصة اللي فيها قيمة مظافة عالية وفيها تقنية أحولها الملكية في الشركة عشان أقدر أدعم رائد الأعمال يكبر ويتعامل مع التحديات أنا ما أقدر أسوي كذا كجهات حكومي كشركة صار عندي القدرة هذه فالشركة تعطينا صراحية ومرونة في منتجات مالية خارج نطاق وش أهم منتجات هالمالية حاليا؟ أول منتج مالي أعلن عنه نحن ما نعلن الشيء اللي تقدم عليه هي تمويل من السر اللي هي يصير تمويل في حالة ضرورة يتحول إلى ملكية هذا أعلن عنه مين المستفيدين منه أو المستهدفين؟ ركزنا على الرواد ورائدات الأعمال اللي يمرون في حضنات اللي بتشاركيها مع الصندوق اللي يكون ذات قيمة مظافة عالية لازم يكون في تقنية جديدة وليقيمة مظافة عالية هم اللي يستفيدون منها مصانع مرت بحضنات المنظومة اللي حضنات عاملنا معها أهمها اللي في برنامج ندلب حق ألف ميل وعندنا اتفاقية مع جالس منك سعود وعندنا اتفاقية مع مركز الأمير السلطان ونعمل الآن وقعنا مع جامعة كاوست بس ما أطلق لسه ومع جامعات أخرى بس الثالث ذول موجودين فخرجين الحاضنات هذه في القطاع الصناعي مرشحينهم يخدموا منكم قرض قابل التحويل إلى أسر الصناعي أو اللوجستي قطاعات المدعمها هنا أو طاقة متجددة أو كده قطاعات المدعمها هنا بس يكون ذات قيمة مضافة عالية في خرجين ندعمهم شي ثاني ندعمهم تمويل مشروط ندعمهم تمويل مشروط نساعدهم يجيب المستثمرين بس اللي تقنية عالية قيمة مضافة عالية نقول ما بس أساعدك تجيب المستثمر أنا بستثمر معك وهذا أظن أول نموذج للشركة تحت صندوق التنموية صح؟ صندوق العقاري هي أسس في شركة بس ما هي نفس التوجه لخدمة حاجات أخرى عنده هذا على إطار القطاع الخاص كان فيه أتذكر كنت تقول 25% من قيمة قروض الصندوق في ملاطق واعدة يعدينا الآن وصلنا فوق 30% 30% 33% أو 34% من قيمة مش من عدد القروض لا من قيمة طيب هنا في سؤال على سالفة أنه مهم أن نمكن الملاطق الواعدة وهذه كفة تحترم ومهمة وفيه كفة ثانية تقول بس أنت ما حتبني يعني بني تحتية متكاملة أو سلاسل إمداد متكاملة إذا أنت قاعد تشتت نفسك في كل ناطق ليش ما يكون عندك هب أو منصة رئيسية هي اللي تبدأ تنمو فيها المصانع وش رأيك بين الثنتين الثنتين صحيحة يعني ما هي هذه ولا هذه إذا بركز أنا وجاني رأي مصنع بيقدر هو المستثمر بيقدر قدرة الانتاجية وقدرة الانفسية مثلا إذا مصنع سيارات بيجي حين جديد بيقول بروح بروح رابغ بروح در اقتصادي لأنه صار فيها سير صار فيها لوست صار فيها كده صار فيه تجمع هناك إذا أنا بخدم مواد بنا في منطقة شمالية وشو الديني رابغ بخدم هناك فإحنا ما نقول أنا كالصندوق ما نقول للمصنع رحي هنا بس ما تحافز أنت تعطي نسبة مثلا إقراض أعلى في المناطق الواعدة أعلى مناطق الواعدة أن القرض البنكي أقل هناك الدعم البنوك أقل هناك فأنا أسد الحاجة بس الإقراض وبتحفيزة لهم إنهم يروحون لا لا بيساعده إذا رح هناك يبني بيساعده بس الزين في الإقراض ما يغير الجدوى الاقتصادية إحنا نشوف الجدوى الاقتصادية إذا ذلك جدوى الاقتصادية بيعطيك حافز لأنك رح تبني أنت قواعد أبي دعمك صراحة أنا أمبصد شفت مصنع في الجوف زي ما أمبصد شفت مصنع في الرياض بس الإقراض الحافز اللي مشكلة وشه حافز الإشكالي إذا كاني غير ربحية إذا كان المصنع خسران في الجوف وربحان في جدة بس أعطيه حافز عشان نروح الجوف لو إنه خسران هنا غيرت ما صار مستدام حافز التمويل لا التمويل ما يغير يخلي شيء خسران ربحان بس كان ربحان يخليه ربح أكثر أنا بقول لأنك رح تلجوف أنت ربحان بس لأنك رح تلجوف وتحداتك نتواجك والبنوك ما تعطيك أنا بعطيك تمويل أكثر يحسن نتائجك بس ما يحولك من خسران ربحان وهذا مهم في الحوافز نفرق بين الحوافز اللي تزيد الربحية ولا تزيد الجاذبية من الحوافز اللي يتغير من شيء خسران إلى شيء ربحان هذه خطرة الثانية صح الأولى المهمة في أوقات خاصة قضاءة استراتيجية ببني عليها بس تكون مأخوذة بعناية الثانية لا ما هي إشكالية وفي إطال القطاع الخاص كنت تتكلمون على موضوع مدة الحصول على القرض في مقابلتنا الأولى كنت تقول خفضناه من 11 إلى 9 شهور وكان الهدف 4 شهور ما وصلنا وصلنا 4 شهور ونص 4 شهور ونص 4 شهور كيف تقيسون لأنه في ناس ما يتفقون مع الرقم هذا يقولون لا قاعدين فوق السنة بالراحة لا في ناس لا يزال هي معدل نزل أول كان المعدل 11 شهر ففي ناس حتى المعدل 11 شهر في ناس 2 2 ونص وفي ناس 4-5 شهور من زمان يعني مو أول مرة تصير 4 شهور بس لما تقول معدل 4 شهور معت أنه في ناس في 20 يوم يأخذون في ناس في ناس الحين هي تعتمد على شيئين تعتمد على جاهزية المستثمر وعلى فعالية زمارة زميلات عندنا حنا شون نخليها حطينا الهدف الجميع نحول شيء عمل مؤسسي أول شيء حطيناه عن طريق المنصة في المنصة تحسب وتقول متى بدأ بعدين قلنا مو كفاية عشان ما يضيع المسؤولية داخل الجهاز صار فيه زي تفاقيات حتى بين الإدارات إن إذا سلمت لك كده ترى لك كم يوم ترد وإذا ما رديت معناها كده وطلعت ناغلات يعني العمل طلع إذا سويتها كده صار رد الفعل يصير الناس يقدمون في آخر لحظة وليل يرسل سألتها في آخر لحظة ففي تحسين مستمر الاتفاقيات الموجودة متى يرفع للرئيس الشخصي يتأخر كيف نربطها بمكافة الأداء ما تصير فقط عقوبة وإنما أيضا تكريم فصار فيه عمل عليها حطينا مثلا فريق يرجع لي مباشرة حتى يتدخل السريع إذا شاف مشاكل وصارت مشاكل يروحوا يتدخل عشان ما تصير كأني بين زملائي وبين زملائي في الصندوق وزملائي في غضاء خاص لا فريق ما يرجع لحد يقيم هنا وهنا وإذا شاف فيه مشاكل يشوف وش مسبب رئيسي للمشكلة ويحلها فنزلنا وش من 11 شهر كمعدل إلى 9 أشهر إلى 7 أشهر إلى حين 24 ونص حنا مقيمنا البنوك التنموية للمشاريع لأنها خاصة معظم مشاريع ترى أكثر من 85% مشاريع جديدة مبنية على ورق ممزي البنك البنك يقيم قوام كمالية عندها حسابك ويعرف كم تبيع بيشوف ربحيتك وبيعذكر أنا قيمك على ورق ما في شي فلازم حنا نتأكد أنه في جدوى وأنه مشروع ذاقيم أو الأسعار الحاطة منطقية وكذا البنوك التنموية كان معدلها خمسة إلى ستة أشهر أشكريك أننا نطمح ناصل خمسة أشهر قالوا لنا المجلس كم البنوك التجارية ثلاثة إلى أربعة أشهر قالوا لنا نازم نسترون بنوك التجارية فنزلنا إلى أربعة أشهر ونص نطمح إن شاء الله السنة جاية ناصل الأربعة أشهر في أغلاط في تأخيرات في أوقات بعض الأشياء التي تستغل من هنا ومن هنا ونعمل عليها بس بالتأكيد الوضع أفضل بكثير من السابق وموضوع الضمانات يعني أشوف كثير من الرسائل اللي وصلتني على موضوع إلى الآن الصندوق يشترط ويتطلب ضمانات لو هي عندي ما أجيتكم بلغة كثير منهم اللي هي مثلا موضوع الأرض موضوع لك أن تبدأ وتصرف وتخلص كل شيء ما أنت جينا طب إذا أنا صرفت وخلصت كل شيء وشبيبكم إلا مثلا موضوع تحسين عوائل بس فعليا قيمة الكبرى من القرض هي أنك تبدأ معي من البداية عشان تخفف علي رأس المال اللي يحتاجه عشان أبدأ خلنا نتكلم عن شيئين نتكلم عن الضمانات أو ثلاث أشياء بقسمها لأن العادة هي تلخبط في الأسئلة حلو في ضمانات إضافية كنا نرهن أراضي نرهن كذا هذا واحد ذكر الأرض في تقييم القدرة المالية عند الشخص اللي يقول إنه عندي فلوس ما أجيدكم في الثالث متى أنا أدفع خلنا نجاوب كل واحدة إذا عشان سير أمر ممتاز إحنا في السابق كنا ناخذ ضمانات نرهن إحنا نرهن المصنع رهن المصنع ترى مو نحفظ حقوق الصندوق لأننا عالم إحنا حبيبين مو زي البنوك مو بإذا كحيت بيعنا المصنع فنتأخر إذا جئنا نبيعها ما بيقى فيه شيء بس هي عشان نحافظ على قدرة أنتاجية في المملكة بس كنا في السابق تقريبا إيش عشان نحافظ على قدرة أنتاجية أنا ما ودي صار في خلاف تختلف وش ركضاء لا ترى أنا حاط يدي اي فهي الأمر لو يستمر المصنع لا يتقفل لا يتصفى إلا في الشيطة القوي إني حاط يدي حتى لو البنوك بغوا وكده أنا حاط يدي واضح حتى كنا نقول بعضتهم خاص نفك الرهن لو تبهي بس ما عارفنا الرهن ما قد حنا ما قد إحتاجنا الرهن إلا إذا هو بقى خاص بيعوخذوا فلوسكم بس أنا نحافظ نحطها نجاحي أنا مو بنجاح المهم استدامتي لنفروف سرجة بس نجاحي بقدر أن تجيه في المملكة نتكلم عن ضمانات الإضافية كان نرهن رهونات إضافية كان تقريبا 40% من قروض الصندوق رهنين شيء حنا غير المصنع أراضي أشياء ضمانات بنكية إضافية هذه النزلات الأقل من 10% ومعظمها حالات خاصة يكون شخص عنده مشكلية في سما للأسف ما دفع إحنا حريصين نشوف إذا ما دفعت الصناديق الثانية وعطلتها لا إذا ما كانت سجلك لأتماني إيه بس خاصة مع صناديق التنموية الحكومية يعني إذا ما كنت صاحب ثقة في شيء ثاني ولا معنا في السابق نطلب عليك فنزارت من أكثر من 40% إلى أقل من 10% اليوم 10% فقط اللي فيها ضمانات إضافية إضافية غير المصنع غير المصنع ويكون كلها حالات خاصة صراحة الشيء ثاني يقول له عندي فلوس إحنا أول كنا نتأكد إن هل عندك فلوس تقريبا ضعف قيمة القرع عشان تأكد أنك ترجع للفلوس مش لنا هذي بس لا زال أتأكد أنك فلوس ولا لا مو عشان ترجع للفلوس لأن مثلاً الشركات الصغيرة ترى أنا كصندوق لو قرأت 100 مليون ريال وخسرت نصها يعني 50 مليون ريال أنا الصرف في السنة 10 مليار ما راح تغير كثير في قدرة الصندوق هي التحدي على قدرة الإنتاجية والمستثمر نفسه لأن قرض حكومي صح ما يسقط ترى فلعوضتك عقاض 10 مليون وأنت ما عندك سنقول المسروع 10 مليون أنا أعطيك قرض 5 مليون وأنت عندك مليون ونص رأس مال وأنت تقول بأجيب مليون ونص من البنوك ولا كنت قضاع استراتيجي ولا منطقة واحدة أنا أعطيك 7 مليون ونص كلها وأنت عندك مليون ونص قال إيه خلاص أوريتك مليون ونص مفروض تكتفي بذلك طيب تشغيل المصنع بيكلف إذا طار في أي تحدي في المصنع بيكلف الشراء المصنع تعرف غير الشراء والبيع الشراء والبيع تشتري وتبيع وقتها حركة كاش سريعة المصنع حركة كاش بطيئة أول سنتين ثلاثة أربعة ما فيه فنتأكد أن عندك قدرة أقول المصنع بيكلف 10 مليون أنا أعطيك 7 ونص منه لو نقول في منطقة واحدة ولا قضاع استراتيجي ولا أعطيك 5 مليون لو مصنع عادي ولا عندك مليون ونص أبتأكد أن عندك بيكلفك زيادة مليون ونص إلى 5 مليون للتشغيل والتحديات وكده إلى أن تصل الربحية أنا أتأكد أن عندك فلوس كافية لما تصل الربحية الفلوس الذي عندك ليس كافية للمصنع فإذا مصنع بيكلف 10 مليون أنا أتأكد أن عندك 5-7 مليون مصنع لا يزال بيكلف 10 مليون بس لبناءه وليس لتشغيله بيكلفك 15 مليون أنا أتأكد أن عندك المبلغة عادة مهم جداً إذا شفنا كم مصنع وقف بعد البناء بناه وقف صار في أي تحدي حتى ليس مجائحة صار تحدي بسيط في سلالة المدالج تفعت تكلفة النقل تورط منزم بالقرض وقرض حكومي يعني ترى قرض هذا قرض حكومي مو قرض قرار إبراهيم ولا قرار المجلس سار وكذا فحنا نتأكد عندك قدرة مالية طيب قلنا شو نسوي للشباب والشبابات المعدن قدرة مالية أنا ما كنت أقدر أستفر معهم الحمد لله حين بعد 5 سنوات المحاولات طلعت الشريكة ونقدر أحين إن شاء الله لقيمة المضافة العالية فقط مو أي واحد بس أول قلنا ما مخلينهم حتى لو عنده مشروع عادي قلنا يا أخي بساعدك جيب مستثمر بدل ما تروح تاخذ الفكرة وتتجي عملنا مع الحاضنات من 2019 وقلنا جيب موافقة من الحاضنة إن أحد درس قدرة أنا ما عندي قدرة تقييم رواد العمال وتدريبهم وكذا وبعطي قرض مشروط فإذا راح تتكلم من مستثمر ما تقول لا أنا عندي فكرة تقول لا أنا عندي دراسة جدوة مختومة مصنوق صناعي وقرضي جاهز سأنا عندها قدرة تفاوضية مع المستثمرين هذه بدأناها شفنا الأشياء اللي في قيمة مضافة أعلى ولا مخاطرة أعلى زي التقنية لسه ما نجحت والآن مع إطلاق الشركة إن شاء الله بنحله على محور المنشأة نفسها وش أهم التحولات اللي صارت في فترة الماضية الصندوق يعني تغيير النظام النظام الجديد اللي اعتمده مقام مجلس ويزارة 2019 مكننا تمكين كثير في توسع في قطاعات تدعم الصناعة المنتجات صارت صراحية مجلس الإدارة سرعة الحركة وسهولة العمل اللي موجودة صارت عالية الثانية زيادت رأس المال وصل إلى 105 مليار ريال في قدرتنا أنا ما قد قلنا لأحد لا عشان فلوس ولكن شي جديد عرفنا المشاريع عملاقة مول كبيرة عملاقة يعني فوق مليار ريال نطلب عليهم أثر اقتصادي متأكداً مو بس الجدوة الاقتصادية وأنا من الأثر اقتصادي وعالي الباقيين سهلنا الشروط وما قد قلنا لأحد لأني أقرطت أنا لوسد ما عندي فلوس أقرطك التغييرات الثانية الداخلية صراحة الصندوق الجميل أنه بني بناء صحيح وأسس من البداية على الاستثمار في الكهدر البشري فيه يمكن قلتها وش أهم النجازات فأقولك أقربها لي أقربها لي صراحة أننا استمرينا وبنينا على هذا التاريخ الجميل اللي من السبهينات في استثمار في الكهدر البشري في شبابنا ذلك وقت ولان شبابنا وشباتنا أننا أطلقنا برامج زي برنامج نخب في خيرة شباب وشبات برنامج البتعاث ألا عندنا 25 شاب وشابة في أفضل 10 جامعات في العالم من منسوبة الصندوق عندنا فوق 110 أشخاص مبتعثين في أفضل 50 جامعة وما تشرطون عليهم اشتغلوا في الصندوق إذا رجعوا؟ إلا طبعا نبيهم نفس المدة نفس المدة بس الآن بعض الزمنة والزميلات جتهم بعثها من الدولة وخذوا بعثها للصندوق من بعث الدولة غير مشروطة لأنه يبونوا رجعون يشتغلون حنا هدفنا بيرجع يشتغل سنة سنتين بعض برامج سنة مو اللي بالسنتين بيتغير الصندوق بس إنه ودك إن هالشباب وشابات يجون بس الشرطة أشرط عليهم أنا غير هذا اللي هو؟ أقول شرط عليك هي زكاة العلم أنت الآن انقبلت في أفضل عشر جامعات والحمد لله صندوق ساعد حتى في طريق التقديم وبرامج تدريبية ومتعدل التقديم زكاة قبولك أنك تجيب شعبين وشعبتين يعني شعبين وثلاثة ينقبلون في أفضل عشر جامعات باعتك والذي يتروح للمعجلسين باعتك هذا الشرط مهم النبي هالعدد يستمر كان يعور قلبي من عشرين سنة وأنا أدرس أنا أشوف دول قد تكون أصغر مننا ولقدراتها أقل مننا طلابها وطالباتها أكثر مننا أنا ممنقصنا شيء الآن الحمد لله زرت الجامعات كلما أروح أشوف الطلاب وطالبات وتعشت معزم يعني العادة الموجودين شوف في خمسين شاب وشابة في هارفورد في ثلاثين في سانفورد في حمس وشين وثلاثين في بيركلي في كولومبيا لا شيء صراحة يثرج الصدر التغييرات الثانية صارت طريقة تحول العمل المؤسسي يعني الأتمتة والرقمنة وكتابة الإجراءات عندنا هيكة الإجراءات بالكامل كتبت تفقيت بين إدارات طريقة العمل صارت مؤتمتة بالكامل لا مع العميل ولا داخليا لا يزال فيه أشياء يعني وش اسم النظام حقكم مكين هو لا تمكين 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 في واحد يقول نصف وقتاً رايح السيستم داون واحد موظفينكم يقول يعني السيستم جيد شكراً لهم بس صرنا مشغولين نصلح السيستم أكثر مشغولين نؤدي أعمالنا في 2020 و 2021 صحيح حين أقل بكثير بس صح وكانت طريقة التحول شون خلنا نحاول نستذكر التحول ترى يعني 2019 بنغير الإجراءات والنظام والهيكل التنظيمي كلها بغير شي ترى نفسه ما تغير من السبعينات نفس الكتابات تحسنت وبني عليها بس هي نفس الأساس البني من شيس في السبعينات هاللي كان مستعمل فيه إلى 2016 زميلي والساذي ساذ عادل السحيمي 37 سنة حين في السبع وثلاثين سنة كان إلى قريب نائب الرئيس للإتمان وهو عمود الصندوق في حفل إطلاق الإجراءات الجديدة قال هذا اليوم تاريخي في 2019 أذكرها قبل حفل إطلاق الصندوق السبع كان في جولاي يوليوه في 2019 قال هذا يوم تاريخي يوم ما راح ننساه يوم اللي عدنا كتاب إجراءات الصندوق تغيير كبير ثقافة عمل ترى يعني معظم الشاب وشابات الموجودين عاشوا بطريقة معينة في طول عمرهم إن تغييرها بالكامل لازم بدأنا محاولة إنه تغيير شوي شوي صار قرار لا من أطلقنا إنه من 2019 إنه لازم نستخدم برنامج فيه إغراض كثيرة بس ما راح يتحسن إلا نستخدمه وكنت أقول يعني عندكم رئيس ما يفهم تحمله شكوا على الله المؤمن مبتلى وفي تجديد تقول رئيس ما يفهم بس لازم نغير يوم قلنا خلاص لازم كل يستخدمه صرت وثيرة التحسين أعلى بكثير أعلى بكثير لأنه أول مو بلاستخدمه فيه أغلاط ما فيه نظام تغييرها تغيير كامل دون أغلاط بس تقول خلاص حل بورق عادة ما راح أكلم بالقالة حل إذا قلت مو مع العمين العمين لقال حل بس داخليا ما في حل عندك مشكلة حلها مع التقنية حلها مع كده ومزعجة ومتعبة بس تغيير ما يجي بلاش صح؟ التغيير ما يجي سهل الآن الحمد لله العمل اللي صار والجهد الكبير في الاعتمان والمخاطر والتقنية وطوير أعمال في 2020 أو 2021 والتشكي وحقنه ما هو صادق يعني بس هذا السعر اللي كنا لازم حنا كلنا ندفعه علشان نصل اللي صلنا وأنا منهم يعني وصلت أنتم في موضوع الجاهزية الجاهزية الرقمية فهيئة الحكومة الرقمية وصلنا أعلى مستوى أعلى مستوى أعلى مستوى الآن فمشاكل المنصة انتهت؟ لا لا مشاكل التقنية ما تنتهي أنا كنت لا بس في فرق بين مشاكل جوهرية ومشاكل اللي يسمونها البقز هذه اللي تظهر بفترة ومتعالجها مشاكل الجوهرية هم اللي يحكوون عنه شي جوهري شي قاعد يعطي العمل هي طبعا دعنا نقسم بين نحن بعد نفس الوقت نحن نغير النظام كامل كل سنة من أطلاقها نطلق منتجات جديدة فنحن مو بس غير النظام حتى المنتج يعمل عليه يعني زمناي التقنية الله جزام عنك الخير كل ما نطلق نحن نتجنا برنامج تحفيزي جديد منتج جديد طب طريقة التقييمة الإجراءات كلها تحط فيطلع عليها تحديات والمنتجات الجديدة فالمنتجات الأساسية خلاص المشاكل ما هي جوهرية منتجات جديدة لا أطلقنا منتج الآن نحن منطق الشركة هل ما توقع بيكون تحديات جوهرية في منتج الشركة كيف يطلع بس يعني حماس والشغف ما رح يصبح شيء ومن ضمن التغييرات اللي في المنشأة برضو بساعد موضوع تمكيل مرأة أذكر في مقابلتنا كنت تقول انتقلنا من صفر في المئة النساء في الموظفات في الصندوق إلى حدود 10% آخر إحصائية تابعتها لكم وصلت 22% الظاهر فواحد من زمراءك يسألك يقول ليش يعني وش القيمة من أننا نفرض ونحدد نسبة وحيانا يفرضون يعني على حساب الكفاءة إذا كان في منافسة ستفضل المرأة لأن جزء من المستهدف أننا نزيد النسبة ما فيه مستهدف علينا كصندوق أننا نزيد النسبة بس فيه مستهدف داخلي أنت بحطين على أنفسكم إيهو لا إيهو لا فيه مخرج نراجعه ونتأكد من إيش مو مستهدف فمستهدف يصير مشكلة إذا قلت الحق الـ HR أنت عليك KPI تسوي كده فصير الطريقة تتغير تعاملها يتغير أو تتغير عشان تشوفها مخرج ونقول ليش ما وصلنا فنشوف سببات عدم وصول فبعضك الفرق بين اثنين يما شفنا فيه تحدي فيه القيادات ما قاعد نستقطب سيدات في البداية استقطبنا شفنا المسبب ما بيقول نجيبه نسبة سيدات طيب كفاءة بس أقدر أقول إنه لازم في كل منصب قيادي على أقل قابل سيدة أحد مرشحة سيدة هذا لأنه فيه ترى يعني قد يكون بدون إحساس وجون كده في نفسهم متعودين بدون ما يحس يكون فيه انحياز ضد المرأة والانحياز بطريقة معينة ولو وجهة نظر معينة إنه مر قد تنفع أو ما تنفع نبي نحارب هالانحياز ومعظمها ترى مو من سونية بس شي طبيعي إنه واحد متعود على اللي متعود عليه فكيف نحارب بدون ما نحط هدف بدون ما أقول أبي 20% أو 25% قيادات سيدات كنا لازم كل منصر قيادي على أقل قبلت سيدة إذا قبلت سيدة وكذا الكفاءة بشخص ثاني عيون رأس بس يقول لي ما قدرت حتى تجيب مرشح لا هذا غير مقبول ففرقنا بين المستهدف وإنه نشوف النتيجة ونراجع مسبباتها في البداية مثلا في نخب كنا نحط سيدات قالوا ما فيه جيدات وكان فيه يعني وجهة نظر معينة إنه ما فيه بينزل مستوى التقديم في الاعتماد قلت أنا أذكر فيه أرامك وشفت شابات مميزات جدا فإذا ما قدر نجيب وغلطتنا حنة مو بغلطت الشابات فاستهدفنا في نخب لأنه خريجات جدد وكان فيه ضد قلنا أبي 50% 500 شباب 500 شباب 500 شبات يوم شفنا التنافس في بعض السنوات 500 هذه نفعت الشباب ما نفعت الشبات يعني صار لو بقيم بعض السنوات نفعت الشبات وبعض السنوات نفعت الشباب إنه بصير عندي شباب أكثر ولا بصير عندي شبات أكثر أذكر عشرين عشرين وواحد وشرين واحدة من السنتين كان عدد لو خذنا على كفاءة بس كان شبات أعلى بس هننا مخرجين الجدد قلنا أبي 50-50 الباقي فقط على كفاءة بس اللي مو فهم ليش هذا الجهد يعني كيف كيف تفسر له هذا الجهد لإزالة العوائق أو لفتح الباب لها في قطاع ما هو معتاد أن يكون مشاركة المرأة فيها عالية حتى عالميا صح؟ قطاع السنائي ما هو حتى قطاع المالي حتى قطاع المالي هنا يمكنني أفضل من بنوك الأمريكية أعطيك شيء مثالي أنا نص الشعب عندي سيدات الدولة ستتمروا استثمار كبير في الشبات مثلما ستتمروا في الشباب أصلا تدريس البعض الثانوي شبات أكثر من الشباب عندك موضوع عندنا كمستهدفات الرؤية وتمكين المرأة والجانب الأخلاقي والاجتماعي والديني فيها بتكلمك لو أنا بس أبي مصلحة أبي أفضل الشباب وشبات يجون عندي خمسين بالمئة من الموجود من المعروض ما قد ناظرة وعندي تحديات عندي خمسة واربعين سنة ما قد جبت ولا سيدة أكيد مو بعرفين نتعامل معهم ولا نتعامل حتى هم يتخوفون من الدخول لو بقول هالمعروض هذا أنهم مجموعة من شبات اللي مستثمر فيهم كيف أسفيد منها عندي في الصندوق لو بس بتكلم من وجهة النظر عنانية فقط كيف أقول عندي هالقدرة البشرية البشرية الرائعة مستثمر فيها وأنا أحط عليها عواق أبشير على عواق وبركز أشير عواق ليش ركز على السيدات إنه ما عندي عواق استقطاب شباب وعندي تاريخ يعني من 1974 إلى 2017 ما استقطبت ولا سيدة وأعطي فضل هنا بعد رأس للرئيس السبق لأستاذنا عبد الكريم النافع هل يستقطب أول سيدات في منتصف 2017 أول سيدة جت قبل ما أجي يكن بأربعة أشهر بلين جت كم سيدة مع جيتي وبعدين سمرينا في نفس النهج ولو بنتكلم على موضوع النطاق الصندوق يعني أنتوا كنتوا صندوق صناعي اليوم صرتوا صندوق يعني قطاع الصناعة خدمة نجيستية والطاقة ولكن لما أشوف دفاتركم ألاقي أنه مثلاً الصناعة أخذت سبعة وسبعين مليار مثلاً بينما الطاقة أخذت متين مليون من إقراضكم كنت أتكلم أنت على أنه يعني وقتها أتخيلت أنه سيكون في اكتساح لقطاع الطاقة كنت تكون حتى المجمع السكني اللي يبغي يحطها الواحي شمسية إذا سوا دراسة الجدو إحنا نقرضها حتى هم جمع ساكري ما شفتكم داخلين في ولا مشاريع الطاقة المتجددة اللي طلحت في السعودية مع أكوا باور ومع مصدر وغيرهم فمش اللي يتحقق في تنمية القطاعات الأخرى اللي وضيفت للصندوق طبعاً هدف كلها كانت حوالي برنامج ندل فأنا مثلاً ما أدعم الطاقة النفطية وما أدعم عرامك وما أدعم كذا وهنا نفسي أكواب المشاريع الطاقة المتجددة اللي بشراء حكومي حكومة قدمت للدعم ما يحتاج أنا أدعم حنا نبي ندعم اللي بدون شراء حكومي فكنا نقول تعال أنت رأي عندك مجمعات تجارية تبيت شركة تدعم مجمعات تجارية واتفاق شراك تجاري أنا بمولة التوسع ما صار هذا في المملكة كل اللي صار اللي عن طريق الشراء الحكومي الشراء الحكومي ما نرى إننا مفروض ندعم إننا مجعوم أصلاً بالشراء الحكومي ونجح القطاع واستقطب استمارات خارجية وقرض من بنوك دولية ليش أنا أدخل وطلحها فحنا ما نرى إننا مفروض نقدم عرضنا منتج بسيط قلنا إذا بتزيد المحتوى المحلي بأعطيك العشرة من مئة مشروع فقط بس تحفيزه ولا هل سفاد منه كان في مشروع بس ما يحذرني قبل كم سنة بس مو نشيط عموماً يعني صح؟ لأن نتحرككم في هن القطاع ولا خدمات اللوجسية نشيط لا خدمات اللوجسية نشيط مليارين بس صح؟ مليارين بس مقارنة مرة هل نرجع حنا نركز على خدمات اللوجسية بتسوي مينة بتسوي كذا من مولك في صندوق بين التحتية أنشيط فمثلاً المشاريع الملاقة أنشيط صندوق بين التحتية وحنا الصندوق أصلاً يعني من الجهات اللي قاعد تساعد في إنشاوان ونحن في اللجنة التأسيسية بس المشاريع اللوجسية خدمات الطرف الثالث 3PL أتمت فيها وكذا مولنا كثير وعدينا المليارين ريال طرح في سنتينها ومنها سنة عشرين عشرين وانستمارات قليلة بس واحد عشرين 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 اللي تدخل ضمن استهدافكم أو يعني لو بنبسطها نقول اللي يسمعوننا اليوم إذا عندكم مشاريع في التعدين بالشكل معين أو الطاقة المتجددة طاقة عموماً أو الخدمات المجلسية ترى أنتم مرحب فيكم الطاقة المتجدة احنا مركزين عليها أكثر يمكن بس حتى الخدمات الطاقة أنا أيضاً في صندوق بين التحتية الآن بس الطاقة المتجدة وخدمات الطاقة اللي في المدن الصناعية أو الطاقة العادية في المدن الصناعية أو الطاقة المتجددة اللي شراء تجاري بدون دعم دولة بدون ضمان من الدولة أنا أبني وأبيع على المطنية شركة الوطنية إيه؟ هذه ممكن تتمول أوكي فإذا كان طاقة متجددة شراء تجاري أو طاقة عموماً في مدن الصناعية خدمة صناعة بدون شراء حكومي نحن نمولها حلو خدمات الوجيسية ركزنا على إذا كانت داخل مدن صناعية نمولها حتى بتسوي مين أو كده بالتشاركية مع صندوق البنية التحتية أو خدمات الطرف الثالثة أنت والشركة الوجيسية تخدم قطعات ثانية يعني مو بتخدم فقط شركتك وإنما تعرض الخدمات للشركات الثانية أو حتى تخدم شركتك بس بترفع الأتمتة والرقمنة نحن نمولك في رفع الأتمتة أو كده بس خدمات طرف الثالثة تعديم تعديم كلها نمولها إلا الاستكشاف تخلتوا في شيء؟ إيه طبعاً تعديم كنا أول نمول تعديم بس الجانب الصناعي في التعدين الآن دخلنا في الجانب اللي قبل ومعادن استفادوا كثير في السنة الماضيات من تغيير اللي صار في النظام المشاريع الجديدة الرخص الجديدة هي رخص استكشافية بدأ النقاش معهم نحن الآن بعد مرحلة الاستكشاف ندخل حنة نحن لا ندخل مرحلة الاستكشاف هناك عمل الآن مع صندوق الاستكشاف الجديد إنه قد يكون شاركية معهم بس مرحلة الاستكشاف تحتاج رأس مال مخاطر الوزارة عندها مبادرة لها ما بعد الاستكشاف في الحفر وكذا ندخل حنة بس أول رخص استوها اعتمدت فأنا توقع يجونا السنة الجاية أو بعدها إن شاء الله ولو أقول في عشرين ثلاثين مثلاً أنتو كم سنة تقرضون العشر مليار؟ يعني متوقعين سنة جاية معدل ثلاثة خمسة عشر مليار في السنة حلو، في عشرين ثلاثين لو أنتو أقرضتو خمسة عشر مليار متخيل كيف تكسيمتها بتكون ذاك الوقت؟ بين القطاعات الأربعة هذه؟ لا أزال أتوقع الغالب الصناعي بين تعديني، لوجستي، طاقة ومجددها لأن طاقة معظمها ترى بشراء حكومي وكذا أكثر، ما هو تحت نطاقنا، والطاقة الكبيرة اللي غيرها بتكون تحت البنية التحتية أوكي، فأتوقع بيكون الصناعة، التعدين، إن شاء الله أن التعدين ترى صار التأخير لنا استراتيجية التعدينية يعتمد السنة هذه، والرخص أطلقت السنة هذه يعني كان، لو أطلقت 2019-2020 كان شفت الحين عدوا مرحلة استكشاف وبدوا مرحلة الحفر وكذا، وبدأ تمويل الصندوق بس الحمد لله الرخص، شفت الإقبال عليها جميل جداً نتوقع إن شاء الله ينتم مرحلة استكشاف السنة جاية، ويبدأ تقديم على الصندوق نهاية السنة جاية 24 في وحدة مبادرات التي تركت مرة مهتم فيها ومتفائل فيها، بس يبدو أن الأمور ما هي ما شيء كويس مبادرة تحويل مئة مصنع إلى تقنيات الجيل الرابع الصناعية، هذه بينكم بين المدن؟ أم أنتم مرحلة داخل فيها؟ لا، في مبادرة بيننا بين المدن، وصار العمل فيها بس ما حققنا شيء من المئة صح؟ حققنا مجموعة لا، الدراسة عدوا عيد كبير منها، وصاروا يكون نصها وأكثر التمويل لحنا اللي عطيناه، ما استفاد منها العدد الكافي صراحة ليش؟ أول شيء كان غلطة من عندنا، شروطنا كان مركزين على لازم يكون شركة ربحانة وكذا وقالونا الصناعية، طب أنا أفرفها كفاء عشان نلكن تخصى وشلنا الشروط، شلنا هذه، والآن زاد الرقم وصلنا برامج تحفيزية اللي حطيناها كلها بين توطين وتنافسية، وكذا وصلت حول ثلاثة مليار يمكن ثلاثة وربعة هالتنافسية التحدي الثاني كان كثير من دول تعطي ميزات إضافية، مو بس إقراض الآن، والتحدي الثاني كان إن الشركات اللي مو بعارفة مو بعارفة وش المطلوب، مو بعارفة وش اللي حتاجة تشويه سوينا برامج مع أكاديمية، جبنا أمايتي وحطينا برامج تعرفية مجانية للموظفين سوينا برنامج معرفية عموما مع الشركات، بس ما كان كافي الحمد لله، أسبوع الماضي أطلقنا اتفاقيات مع سبعة أو شركات هم يسوون الخدمة، قلنا حنا نموّل عملاكم، أنت رح بيع وأنا موّل عملاك فأصير بدل ما أنا أقول أنا بروح بعرف الناس عن هل المنتجات قلنا أي شركة مسعدة تقدم خدمة الأطمتة تعال نسق معي بتمويلك جهس فأصير أنا خلاص، أنا ما رح أصير كخدمة استشارية حتى له بعضهم خدمة استشارية، بعضهم حتى زي تنفيذية إيه، وقعنا مع شركات يعني زي يعني وستنهاوس زي كذا، شركات اللي تقدم المنتجات نفسها شنيندر وكذا فقلنا لهم شنيندر وبعضها، أو غيرهم، شركات سعودية حتى بعضهم يقدمون التنفيذ، بعضهم يبعون الأجهزة فقلنا يا أخي أنا منسق أنوياك هذا تمويدي، إذا مشيت هالخط هذا بعضك تمويل خلال ثمانة سابيع، رح بدأت هذه؟ أطلقت سبوع الماضي وبدأت أطلقت تفاقيات وخلاص، بدأهم يشتغلون ويعني لو بتخيل أنا مثلاً قصة جميلة في التحول لتقريات الجيل الرابع وأثرها على أداء المصنع هل متخيلين شيء سويته ودعمته أحد؟ أصارت، أصارت، ومشيك الصحل هو؟ يعني أنا ما قدرت أخذ تفاصيلهم ولا أعطيك كده بس في مصنع انتقل من الخسارة الربحية ليش؟ لأنه كان طريقة إدارته للمخزون وطريقة إنتاجيته زد الإنتاجية وقللنا الشفتات حقته بدلما يشتغل فترتين صار يشتغل فترة واحدة أو ثالث فترات صار فترتين ما يحضرنها الآن قلل فترات فقلت تكلفة التشغيل وزادت الإنتاجية فانتقل من الخسارة الربحية في مشروع ثاني ارتفعت الربحيته بـ 8% لأنه بس علجنا موضوع التخزين حقه كيف ينتقل من إنتاج التخزين للبيع وقلنا حتى ما يكفي فقط الأتماتة كأجهزة أطلقنا خدمات ستشارية واخرها أطلقنا خدمات ستشارية اللي رفع كفاة الإنتاج قلنا تعال أنا مختصين في السندوق يجونك خاصة جركات صغيرة ومتوسطة يعطونك خدمة مجانية يدرسون وضعك ويعطونك وتعال مجانية هذه كيف يقدم عليها؟ العمل على السندوق العمل على السندوق العمل على السندوق اللي هم ما أخذين قرض بقصدك أحنا نقرض في السندوق طب الجديد أنا؟ الجديد إذا قدمت سندوق يعطونك الجديد معظمك ما عندك مصنع لأخدمك يعني بس اللي عنده فكرة لدي مصنع بس ما عندي قرض احنا ركزنا عن عندهم بس حتى اللي ما عنده في أخواننا في منشآت سووا فكرة جميلة اسمها بتحت طموح إساء الخبير فتشاركنا معهم واطلقنا مسار طموح الصناعة وثير إساء الخبير الصناعي فزملانا وزملاتنا في السندوق مختصين في السوق والدراسات الفنية هم يقدمون خبراتهم عن طريق برنامج منشآت آخر سؤال قلنا نروح لأسائل الأصدقاء أبو سعد إيش مبادرة تحفيز الصناعة المحلية أنتو أطلقتوا شيء اسمه مبادرة تحفيز الصناعة المحلية هذه جميلة جدا هذه اللي يقول تحديات كبيرة الحمد للعمل عليها وانجزنا كثير منها وبقى كم شيء الحين إنشاء الشركة والمبادرة هذه من أغلى ما تم إطلاقها صراحة السنوات الماضية كتمكينا للشركة للصندوق يعني بعضا مثل منتج رأسمال عامل مهم جدا وستفادوا منها الشركات بسرعة وخاصة في الجائحة ومهم أثرها كبير بس في شيء أثرها بعيد زي تغيير النظام زي زيتر أسمال وأنا عندي الشركة والمبادرة هذه أثرها بعيد هذا الشيء اللي بيبقى إن شاء الله كثير هذه أطلقها معالي الوزير الصناعة بشغلها حين أول مبادراتها من الصندوق الصناعي وزي ما ذكر معالي الوزير سيد فندر الخريف يقول أنا أفتخر أن فكرة كانت بذرة فكرة من سمو سيدي ولي راحت الله حفظه كانت فكرة معينة بنين عليها واطلقنا المبادرة هذه هذه المبادرة تعطينا قدرة مالية نعطي منتجات ما كنا نريد نعطيها ليطلقت مثلاً عشان أقول بأمول هالشركات الصغيرة لازم أخذ المخاطرة معينة لازم أخذ كذا النظام العادي نظام يراء الدولة والطريقة العادية ما يسمح ما تسمح هذه المبادرة حظت أنها رياحية كبيرة فمثلاً دعم الشركات الصغيرة في إنشاء المصانع قدرنا نطلقها بسببها المؤثر الأتمة والرقمنة بنعطي برامج تحفيزية فالحين بيصير إذا خدت سويت أتمة ورقمنة مو بس بقرضك يعني بساعدك بيصير فيه دعم مباشر من الدولة لك يعني مو بس بعطيك القرض بيصير فيه دعم غير القرض دعم مباشر من الدولة الدولة بتعطيك أنت سويت هذا مني أنا هذا ما كان نقدر نسويه قبل الآن مع المبادرة هاي تحفيز الصناعة صار عندنا وبتشوف إن شاء الله لنا طريقتها وحكمتها وأليتها رائعة صراحة فبتشوف كل ربع إلى كل ستة شهور مبادرة جديدة تحت هالمظلة هذه بنتقل لمجموعة ملسلة لأصدقاء أبو سعد هذا يقول خمس سنوات الأخيرة شاهدنا أننا تقدم واضح من ناحية الشعر والقرارات متأكد أنكم تصالفون عن المشهد الصناعي لكن أريد أن يختار أهم قرار أثر على المنظومة الصناعية الفترة الماضية اختار قرار منظومة صناعية؟ ايه منظومة صناعية في البلد الآن أطلاق استراتيجية صناعية هذا أهم قرار وإنشاء الوزارة أختار قرارين هذا أهم قرارين صراحة هذا السؤال ليس ضرورة أنت مسؤول عنه لكن وجهة نظرك ليش ما يكون فيه مرصة موحدة للمنظومة الصناعية لتسهيل رحلة المستثمر بدلاً ما تدخل مدنة وتدخل صندوق فيه مرصة واحدة ابتداء أطقت السنة الماضية اسمها ابتداء ابتداء تحت الوزارة هل فعلياً بوابة موحدة أم لا تودينك لشوي الواحد هي بوابة موحدة تريد تكمل عن طريقها العمل يجري الآن وصارت الزين فيه ابتداء إنها معلوماتك محفوظة فستستخدمها على الأقل والعمل قد يصير على ربط الموافقات فمثلاً سويناها في أرض وقرد فالموافقة عندي مربوطة موافقة عند مجرد هذه تأخذ فترة أطول لكن هناك مشروع لتصير رحلة واحدة الآن تعريف رحلة واحدة لو أفكر منظور المستثمر دعنا نفصل منظور مستثمر منظور مثلاً الزميل والزميلة في مدينة وهي الملكية الزميل والزميلة في مدينة وهي الملكية يكون أصعب بكثير ربط الرحلة لأن نظامنا تخير لو أغير نظام الحجم سيصبح كبير مرة هذا توقع بيأخذ فترة أكثر بس ربط الرحلة من منظور المستثمر أسهل لأن حتى لو صار داخلياً ما هو بواحد أنت مالك دخل أنت مالك الولد نيقرة صحيح فتكون مرصة ابتداء حتى يكون داخل ابتداء هي تودي شيء المدينة تودي شيء للصندوق وترجع تأخذه كيف ابتداء؟ المهم أنك أنت ما تدخل إلا مرصة واحد وتشوف علوماتك في مكان واحد هذا حاصل حالياً؟ هذا كثير منه حاصل ما اكتمل وإنه ما في الطريق هذا بيحصل قريب وهذا العمل عليه بطريقة جميلة صراحة هذا يسأل يقول إيش أضاف الصندوق للصناعة من حيث خلق قطاعات جديدة؟ يعني أثناء تصفحي لتقريرهم السنوي لم أجد قطاع مختلف على الموجود كلها قطاعات تقليدية هل سؤال واضح لك؟ إيش سؤال واضح؟ هل هو صحيح؟ أنه ما ساهمت في خلق قطاعات جديدة؟ نفس القطاعات؟ لا يعني يكون سؤال قديم شوي السنتين الماضيات بس السيارات الكربائية بطاريات الهيدروجين الأخضر الهيدروجين الأزرق كلها مشاريعنا كبيرة كل سنة السنوات الماضية كلها قطاعات جديدة وماذا بجبطة للسيارات؟ في كثير أسئلة عليها حكينا عن وش بيصير في تجمع السيارات؟ أسراحة يعني إنك لواحد يعيش العمر تجارب وفترات يقول مثلاً التاريخ فيه سنوات تمر بدون تاريخ وأيام يعني عقود عن أيام وأيام عن عقود صح؟ أنا طبعا الحمد لله نسيت سنوات نعيش كل يوم مع الحراكة القاسية في البلد موضوع السيارات بالحالة؟ إن كنا جزء من خلق الصناعة في المملكة هناك صندوق من خلق الصناعة في المملكة يعني شيء يعني نسمع عنا ونحلم فيه من الصغر شيء رائع جداً يعني أنا في وضع حجر أساس في لوسد شرفت إن أمثل الصندوق جزء من اللي في الحافل هناك ترى يعني نتخير بعد عشر سنوات عشرين سنة يكون عندنا ناس شوف وشبات يشغلون في ساعة السيارات ونصدر وشيء جميل جداً يعني وصف لنا وش المشهد اللي بنتخيل يعني حين نحن نعرف إنه فيه مصنع لوسد نعم؟ وفيه مصنع سير وأشوه اتفاقية برضو لوحدة من الشركات المحلية مع شركة صينية اللي بأيضاً تصنيع سيارات صينية صح؟ صحيح طيب عندنا فاق مصالح بيجي أكثر وإن شاء الله بنعلن أكثر إن شاء الله سيارات كهربائية لا مو فقط سيارات كربائية هذا التجمع غالباً كله في رابغ صحيح هذا اللي قاعد يتشكل حالياً هذا اللي قاعد يتشكل حالياً طيب بعدها هل نبدأ نشوف مثلاً مصنع لي كفرات يبيع على هذولي مصنع لي ألمنيوم يبيع على هذولي مصنع لي هل تبدأ هي كده تتشكل كده شكلها؟ طبعاً التحدي في الصناعة هذه تحدي كبير وهنا نقول وش زودنا صح؟ لي وش فائة الفلوس؟ الحمد لله وش ناقصنا ناقصك؟ ايه صح وش ناقصنا؟ ايه وش زود الآخرين؟ ايه ما ناقصنا شيء صح؟ حنا صناعة سيارات فيها يعني موضوع الدزاجة والبيضة صح؟ إن الشركات تقول بجيب مصنع سيارات ما أقدر هنا لازم يكون عندك ساس المداد أنا ما أقدر أستورد الكفر والسورد الباب والسورد كل اللي يكلفني وإذا بجيب مصنع الأبواب يقولي أصنع هنا أبيعلمين طب شون تبدأ؟ نفس الشي لو تفكر في السياحة عشان شيء أقرب لنا كلنا لو أجيب فندق شون؟ أجيب فندق وما في سياح وما في عندك نظام أجيب مطار كيف؟ الطائرة كيف تجي؟ لماذا تجي ما عندك سياحة؟ تبلقات بحط هنا ريهان بالضبط حطوا ريهان واضح بحر الأحمر والعولة العولة حطنا مطار دعمنا الشركات الطيران دعمنا الفنادق دعمنا كيف بداية لازم ندعم إلى أن يصل لو تذكر حنا صغار يمكن أن حتى في جبي مثلا المهرجانات كلها مجانية حفلات ومهرجانات كلها مجانية مدعوهم من الدولة تبيت تشغل حركة الرجل لأنه هدفهم مثلا يكون منصة سياحية تجارية حق التسويقية وكذا الآن بيشوف الرهان الصناعي بدأ في السيارات تقولي خلاص الدول أنا عارف وكنا نتقابل مع كبار الشركات أقول تعال اللي بأعرض لك الآن كدعم ما رح أعرض لك بعد سنة لأنه بيكون جولي غيرك ويقل حاجتك تبي الدعم الأول تعال الحين وكل اللي تجي الآن بدأنا وضع ريهان على صناعة السيارات أنا كنا نتكلم كثير عشان ننجح بالصناعة لازم ريهان ما هو موضوع ما عندنا قدرات أنفسية ما عندنا كده ولازم صح وإن شاء الله قاعدنا بني وممي على الصناعة الكيميائية بس إشان أنجح في الصناعة كبيرة لازم ريهان ولازم من الدولة وأنا عندنا ريهان على الصناعة الكربائية وإن شاء الله بيصير فيه ريهان على أكثر من الصناعة وبعضها بيفتشل وبعضها بنجح عادي بس الأكيد بعضها بنجح ساهمت فيهم تقرطتهم؟ كلهم سيرو لوسيت سيرو لوسيت الفكرة الرهانية من نظور الدولة الآن قضيت ريهان اخترتنا مكان طبعا شركات خيرا نو شافوا يبون لوسيت كانتبير غالبية صادرات وهذا شي جميل جدا منطقة مدينة عبدالاقصادية فيها الميناء الميناء جيد مفضل موانئ في العالم معبر بحري معبر بحري سلاسة المداد عالية ماطقة كبيرة اعتمدوها في تحديين أنه ما في سلاسة المداد هنا دخل دعم دولة أعلنت لوسيت شركة مدرجة أعلنوا أن الدولة أعلنت حزمة من المحفزات صح؟ باللجنة حوافز للرأس المسيدي واللجنة حوافز والبرنامج للرأس المسيدي باللجنة حوافز اعتمدوا لهم مجموعة المحفزات وأعلنت جت بعدها سير قلت أنا حين جبت الصناعة أولى الصناعات المتقدمة وقدرت أجيبها نحن مستثمرين فيها وهم يحتاجون الدعم وكذا الثاني اللازم أجيبها الشركات العالمية عشان تبني لي سلاسة المداد ولازم ما أتأخر أنا أقدر أجيب سلاسة الشركات الكبيرة وبس بس ما أنجح لأطور صناعتي أنا شواء كوريا جابوا شركات وأنشئوا شركاتهم من البداية نحن رحين جابوا جيبين وجابوا شركاتهم نحن بدأنا كده بسير اللي أعلنها سموه سيدا لحفظة جبناها حطينا شركة نقول هذا علامة سعودية أنا بأنشأها في اتفاقية مع BMW في اتفاقية شراكة مع فوكس كون وفوكس كون اختار جميل جدا إن السيارة الكربائية والسيارة في المستقبل بتصير أقرب للجهاز يعني جهاز إلكتروني تستفيد منها ما هي على السيارة الحياة الإلكترونية فيها قد تكون أغلى للمستفيد من قدرة المحرك ولا خلافة فشركة مع فوكس كون جميلة لنا ولهم واللي نراه إن شاء الله شركات عالمية تبدأ تباعا إنها تباعا إنها تعلن إنشاء مصانع لها بالشراكة مع شركة سعودية في المملكة وإذا صار هذا الطلب كله موجود سيبدأ يطلب سلاسة الأمداد التي ستبدأ الشركة عالمية تأتي من البداية هناك شركة نتناقش معها الآن من البداية عندما وصلنا مرحلة متقدمة بمفاوضات بدأوا يجبون الموردينهم يقول يالله دعونا نشتغل مننا الآن وأنتم ستدعمون الموردينهم كذلك طبعا ونعملهم كإذا المورد حط قمع مضاف في المملكة نعملها كقطاع استراتيجي هذا سؤال بسعد يعني يمكن شوي ضيق صدرك مع صدرك واسع لكن هذا يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم المعجر من الطموحين العمليين لكن يعيبه التحيز لفئة معينة من موظفي الصندوق وعدم العدالة في توزيع المكافآت والامتيازات والتعدي والظلم على الموظفي الصندوق القدامى اللي أنظروا فترات كبيرة في الصندوق ولاهم عالي لكنهم الآن يعيشوا مرحة تطفيش وتطنيش فيقول أتمنى أنك تنقل شكوى شكوى وشكوى الموظفين القدامى للدكتور إبراهيم ما رأيك؟ شي أعثر منش إذا أحس الأحساس بس ما أراه صحيح أنا عندي تحيز صراحة تحيز المين؟ تحيز اللي ياخد مبادرة اللي يشتغل اللي تشوفها مو اللي يسهر ليل النهار بس اللي ياخد المسؤولية ويتحرك فأكثر ثانية تحيزت لهم من يوم ما جيت وكان يبون تقاعد من يوم ما جيت ورفضت وأجلت وكل سنة أجل وغلبوني السنة الماضية وتقاعدوا بس غلبتهم فصاروا مستشارين واحد عيا حتى مستشرف يكون دوام كامل صار دوام جزئي وبعد كم شهر هده هل هو صار دوام كامل هم الأستاذين عادل السحيمي والسيمان الثغيبي أستاذين عادل السحيمي والسيمان الثغيبي عادل السحيمي عمود الصندوق أقضى بحيني كن أكثر ب 35 سنة في الصندوق أول ما جيت كان مساعد مدير العام للإعتمان أصبح بعدين نائب الرئيس للإعتمان كان هو عمود الصندوق يعني فيه تحول فيه عمل يدير تقريباً هو 40% من عد الموظفين شخصه ومع سليمان كان نائب الرئيس كان ماسك الموارد البشرية سابقاً يوم جيت ثبت كنائب رئيس الخدمات المشتركة فأساساً فترة التحول اللي ماسك خدمات عمل الصندوق الداخلي الخدمات المؤسسية هو فوق خمسة ستين سنة مو بس قداماً عدوا تقاعدوا وهداهم الله مددوا والله زاهم خير ومديونهم بكل فضل واللي ماسك عمل الصندوق العادي هو أستاذ عادل السحيمي وكنت أقول له أستاذ عادل أني مدينك الفضل بيد الله سبحانه وتعالى لأن التغيير اللي صغير سريع وماقدر ألحق على شغل الصندوق أنا مرتاح للجنة الإدارية حق الصندوق اللي تشرف على القروض أنت موجود فأنا مرتاح فإذا أروح أتناقش على تغيير نظام ولتغيير كذا لأنني مقتنع ومرتاح أنا شغل الأساسي قائم فأبو عبدالرحمن أستاذ عادل السحيمي وأبو عبدالله أكرمونا أن أكمله ويوم خلص تحول قالوا لي خلصنا في عام صباح شو ما أعلننا؟ قلت لا لا أعلننا التحول ما أخلصنا وإذن جاء كوفيد وحدهم أكملوا سنة بعد كوفيد سنة الماضية أهل أعلهم أغلبوني والله إزائهم خير وافقوا يكملون أبو عبدالله وافق قلت له ما ما فيه أنت لازم دوام كامل لأنه ماسك يعني تخيل بيننا اثنين سبعين مئة موظفين يدورون هم من اثنين والعمل الأساس هم الأشياء الجديدة جبنا مخاطر جبنا كده جبت ناس من برنا ما كان عندنا إدارة مخاطر سابقا ما عندنا إدارة تحول ما عندنا إدارات كده التقنية نائب التقنية طلع فسقطبت نائب بديل أما العمل الأساسي حق الصندوق كان مو بس من شباب وشباب الصندوق من أعمدة الصندوق يوم قروا أنهم اتقاعدون وغلبوني بعد ذات بعد أربع سنوات من الضمام إلى الصندوق هنا وهم اللي رشحوا أصلا بودلعهم ما فيه فالجميل غرض النظر عن هذه إن التحول الشخصين هذول أنا كشخص اخترت الشخصين وقلت أنا أنتو ثقة وبنايتو عملهم السحيل يتغير بدون وجودكم إيمانكم ويا ما ترى وجميل في الثنينهم صراحة يعني قلوني غلط لا لكن بعضهم في الاجتماع ما يبان يبان أنه حبيب بس يعني أقول له تفرد عليه في اجتماع قال لا تعرف تعود إلى ثقافة معينة بس الله لزهم خير صراحة كثير من القرارات اللي صارت فضل الله ثم فضلهم بس دعنا نغير النقاش حتى لو السؤال ليس بيكون في تحييزه لا لا السؤال هل هو العمل يصير بطريقة مؤسسية ولا لا هل هو يدار بشكل شخصي ولا لا أنا الهدف كان يوم تكلمنا عن ثلاث أشياء أن نتحول إلى عمل مؤسسي الصندوق بني بطريقة جميلة أسف بطريقة جميلة مؤسسية رهلت ويريدها تغيير بس الأساس موجود النجاح ما يكون نجاح قائد جيد ولا جاب فكر معينة وتحرك وجاب ربع ولا جابوا ناس وتحركوا وراحوا وبعدين وشفناها أجيزة تكبر وتنزل النجاح يكون هل يقدر تحول العمل مؤسسي فقد نتكلم الآن تعيين القيادات في الصندوق رئيس فريق مدير قسم أنا ما أدري عنه من بس ما إذا بتقول بامكن وبصير في صراحيات صار مدير الإدارة هو اللي يعين رئيس الفريق مدير الإدارة يرشح مدير القسم يوافق عليه نائب الرئيس نائب الرئيس هو اللي يعين مدير القسم يرشح مدير الإدارة ووفق عليه الرئيس سنفيذي رئيس سنفيذي هو اللي رشح نائب الرئيس ونائب الرئيس يعينه مجلس الدارة عمل مؤسسي ما فيه مو ببراهيم أعجب أفلان ولا ألان أصلا رؤس الفرق ومدر أقسام ما أدري صراحة ما أدري ولا منفروض أني أدري صح؟ إذا أنا أدري والناس تذنوني ما صار عندنا أبو رئيس ومدير إدارة التقييم كيف؟ قلنا التقييم أول شيء يجبنا تقييم عام بداية لكل قائدات الصندوق سوناها في 2018 سوناها في 2020 عشان نقيم النمو والاستثمار وكذا في الأشخاص وسوينا طريقة مؤسسية من ناحيتين أول شيء سوينا برنامج القيادات الواعدة يقيم كل سنتين يقيم شباب وشبات يختار منهم 15-20 الآن المجموعة الثانية بدت والآن موجودين في لندن يرجعوا سبوع ماضي الظاهر يختارهم سونا برنامج مع لندن بيزن سكول يستثمرون فيهم ويشتغلون معهم على سنة ويجبون لهم مثلا موجه مهني كوتش وكذا ويشتغلون معهم عشان يجهزونهم صاروا مدير إدارة ونواب مدير إدارة ونواب جبناهم موجهين ويقيمون فيقينا لازم نتأكد أن العمل مو شخصي مو بإدارة رئيسك راضي عليك عن تقييمك زين بدأنا من ثالث سنوات تقييم 360 لكل الناس مو 360 اختياري وإذا واحد يرقى جوزه من تقييمك العادي أنتك مدير فريق رئيس فريق 50% من تقييمك منجزاتك هذه ما فيها تحيز معجبك رئيسك يحبك ما يحبك ما فيها هذه أرقام 50% القدرات صح 20% رئيسك 30% زملائك ومظفينك وما تشوف من قيمك فزملائك ومظفينك وإثرهم أكثر من رئيسك عليك ويوقف ويساعد في الترقية في ناس نزل تقييمهم ومناس ارتفع تقييمهم تقييم مثلا كان أربعة صار خمسة أو ثلاثة صار أربعة بسبة تقييم زملائهم ومظفينه أو العكس فالآن صار اختيار الأشخاص وترقياتهم إذا كان من قيادات اللي بيترقون يكون من خرجين برنامج قيادات الواعدة اللي يقيم من جهة خارجية ويدرس التقييم العادي تأثير زملائك ومظفينك أعلى من تأثير رئيسك وموجود موجود تاريخ ويشوف فيه أخيرا قبل سنة نصر سوينا لجنة للتعاقب التوظيفي قلنا هذه لجنة كل منصب موجود لازم في اثنين ثلاثة مرشحين من الحين ويعرضون على اللجنة واللي مرشحهم يدافع عنهم قدام اللجنة وتعتمد بكرة كلنا على صراحيتها فإذا كان مدير الفريق يعرض على مدير إدارة ويعتمد أنها بالرئيس بس عن طريق اللجنة هذه فالهدف هي أنك تحول العمل المؤسسي ما يعتمد على الأشخاص حتى لو أنا عندي فلان عند نظرة جيدة في الأشخاص وعند نظرة جيدة أنت ما تخلو من الخطأ العمل المؤسسي حتى لو قاعدت يخطأ زين فينا مستدهم ويتحسن مع الوقت ولا ينقص وهذا رئيس تنفيذ لها أحد يعقبه؟ في لك أنت أحد يعقبه؟ هي زي كل شخص فيه أشخاص ومرشحين وفيه وإيش أولوياتك في 2023؟ السؤال اللي أنت عارجوبه أنا أذنت من مجلس سيارة السنة ماضية أني أنتقل للعمل الخاص وقطاع الخاص وحطوا بعض الطلبات تأكد عن انتقال والحمد لله زي ما قلنا العمل المؤسسي موجود فبدأنا بتطبيقها العمل على نفس الشيء فعند لجنة تعاقب قيمة الناس والحمد لله أن العمل موجود عمل بطريقة مؤسسية ترى هذا التقييم الذي صار هذا المرشحين بغض النظر رهيم مشه لا لازم يختار من الآن مرشحين واعتمدوا لجنة الترشيحات المرشحين والمرشحين يعرفون أنهم هم مرشحين؟ عندنا شفافية عالية في الصندوق أوكي طبعا أنا أجل كذا لو أنا مثلا منافس معهم حشعر بأني يعني فقدت الطموح في المنظمة لأني ما لي مرشح لمنصب رئيس تنفيذي لا إحنا نقول لي أنت شف كل الناس مرشحين بعد فترة ثمرت في نفسك بس المرحلة هذه هذا أفضل ثلاثة حين مو أنت غير مرشح أفضل ثلاثة هم الأشخاص هذون أوكي ولحين إحنا شفافية أعلى ترى يعني حتى اخترنا وخلاص وحطنا الترتيب وقلنا ترى الأولوية فلان واللان 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 المجلس لأن تقول ثلاثة طيب وبعدين يتم الاختيار الثلاثين وانت عارف أنا الشفافية مفيدة صراحة الشفافية حتى لو في زعل تزعل وانت عارف وانت سببات وتتناقش أحسن ما تصير كأني أضحك عليه وتضحك عليه لا بالعكس الحمد لله الانتقال بيكون سلس جدا أطلقنا منصب نائب رئيس أعلى هذا كان من ثلاثة أربعة أشهر بدأ الانتقال بيكون سلس جدا نساء آخر يوم عمل لك يعني هذه الحلقة بتنشر في 27 أو 25 ديسمبر تقريبا يعني بيكون لسا على الصندوق إن شاء الله آخر يوم واحد واحد بدأنا رحبا واحد 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 بدأنا رحبا تادي موش يخوفني في المعلومة بسعد ايه أذكر لما كنا نسول أنه إياك في ماشية في حي السفرات كنت أقول لك وش جابك للقطاع الحكومي يعني أنت في أرامكو جزء من بيت تجاري يعني بمكانك تعمل فيه فكنت تقول أبحث على الأثر وإني أخلق أثر في القصة التحولية المهمة فلما يطلع أو يساعد من القطاع الحكومي ويرجع القطاع الخاص هل انتهى الأثر؟ انتهت القصة التحولية الجاذبة لك؟ لا الحمد لله أو شيء في الصندوق نفسه اللي قدرت أسويه الحمد لله سويته وبعد خمس سنوات على حجم الصندوق كذا فيه لا قدر مني إن شاء الله ليأخذ المرحلة اللي بعدها ويستمر أنا ما وديك ترتبط أثرك يعني ما ودي أكون أفكر فيك مكان والجزء من القطاع الحكومي أكثر من أفكر في الأثر الأتركة مقارنة بما سبق بعد خمس سنوات أفكاري والجهد والموجود فيه إن شاء الله مني يضيف أفضل وأحسن والجميلة الآن اللي قد نشوفه إن الأثر اللي تتركه في البلد صار من الجهتين التغييرات الأساسية في القطاع الحكومي صارت تحسين الأنظمة تحسين المكنات كثير منها صار فالآن في مجال كبير للأثر أيضا من القطاع الخاص فإن شاء الله أني أكون جزء من القصة هذه مرحباً وش التركيز الفترة الجاية بعد الصندوق إني قد أسس مثلا أسسنا بين أهلي والقاضي أسسنا صندوق السفماري للرأس ماء المخاطر الخوارزمي قد أسس كم صندوق آخر أنا صراحة تجربتي العموما أشوف كثير من شباب المشاباتنا متحمسين أفكار وقدرات ودي أكون جزء من قصة النجاح هذه وفقت أني أكون جزء من قصة النجاح عن طريق الصندوق صناعي كمسؤول حكومي إن شاء الله أني يكون جزء من قصة نجاحهم هذه إن شاء الله عن طريق يا كمسثمر ولا كشريك فمن صندوق إلى صراديق أساك على القوة آخر سؤال وهذا أبيلان على طلب أحد الأصدقاء يسأل يقول إيش الفرق بين قائدك السابق وقائدك الحالي يقصد معالي الفالح ومعالي الخريف لأنك عملت تحت الاثنين صح؟ صحي عملت مع أبو عبدالزيز صواني فتاة رامكو بس كان رئيسي المباشر اللي مجيت للصندوق من آخر 2017 إلى آخر 2019 يوم فصلت الوزارة وعملت مع أبو إبراهيم من 2019 كان مط قيادي وإداري وش الفرق بينهم؟ أو شي مدينهم الاثنين وهذا مو بأحد الصغاب يزعل الرؤساء لا صراحة تعلمت من ثنينهم الكثير يعني أنا مدينة لأبو عبدالزيز معالي خالد الفالح الكثير يعني كان مرشد وأستاذ من يا مرامكو من الناس اللي تبناني وجابني للعمل الحكومي ومكنني فيه كثير فمدينة لها بفضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى حتى قد قابل أبوي قبل قال له لا ترى ولدك انذرت للحكومة لا تقول لا يرجع ولا شيء ترى أخذنا فمدينة لها بكثير اسلوبه يعني هو يمكن نركز على ما هي الصورة الكبيرة وشو نسوي الطموح دائما عالي جدا كيف نغير وشو نضرب بعد عشر سنوات وكل ما نطمح يعطيك طموح أكبر مركز على مثلا المشاريع النوعية أكثر علاقات دولية والشغل في هذه كان كثير وتعلمت منها كثير تعلمت منها كيف أكون طموح كبير شايف ما شاء الله هو ما يوقف ليل نهار أكثر واحد شفته شديد من وقته حتى يضحك معه قال له شلون بعد ما طلع من الوزارة وكذا قال شلون العمل وكيت والله الحمد للصندوق ما تسمر في نجاح مكان أكثر بس يبع بزيز عرفت وش موسم الرياض طلعت أنا وشارة زوجتي شفنا مطعم وعارف نفسها ضحك أنا ما شاء الله فتعلمت منها هالجلد وكذا أبو إبراهيم صراحة رئيس رائع يعني ممكن بطريقة مختلفة جدا كان ممكن بالوعية يعني مو فقط ممكن بالقرار وكذا وأنه ممكن أيضا بالنظرة والرؤية فأقدر أتكلم وأعطي قرارات وأخذ وأخذ توجه مع أنها صراحية مع معاليه ولا مع كذا وأنا عارف أنه دائمني يعني دائمني بانيها على وجهة نظر وعندي سبب أمش وأنا ماشي فصراحة التمكين اللي صارتها السنوات الماضية عالي جدا من إبراهيم حرصه على القطاع الخاص جلسة محهم تحدياتهم حكم تجربته أيضا هو أقرأ وقطاع خاص فهذه تعلمت منها كثير كيف النظر وجهة نظر مستثمر مو بوجهة نظر نحن 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 نعلم منتجات ما نعلمها نحن كمنتج أنا أنجزته ولو ويشر خدمة في سبيل منها القطاع الخاص تغيير وجهة نظر هذه من منظور المستثمر منظور الشخص اللي في المصنع تعلمت منه كثير حريص على روح الفريق فحنا كمنظومة دائما مع بعض دائما سوينا مثلا رحلة العلا طلب من الأكاديمية شغلنا فأندفور فمسؤوليتكم يا الدوافير سووا معاكد من الصندوق سوينا برنامج لرؤساء المنظومة خلال سنة وشوي رحنا للعلا واشت عمل يومين سوينا برامج تدريبية طبعا زدت الدراسة أنا جبت مماتي وجبت هاربور جبت سانفور كان شغلنا في الليل في درسنا وجبنا برامج أيضا بناء فريق وكذا فحرص على الشيء هذا جميل جدا صراح والله ونعم فيه جميعا ونعم فيك شكرا عقابل الدعا وبسعد الله إزاك في جنة وفي التوفيق في استمرار الأثر في صناديق القطاع الخاص بعدما صنع الأثر في صناديق القطاع الحكومي الله إزاك في الجنة وشكرا عمل وإن شاء الله من زي ما وصلت من ثاني لقاء حين فوق العشر واثنعشر مليون مشاهدة واستماع إن شاء الله نشوف يوم يتوصل مئة مليون بإذن الله شكرا لكم بسعدة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاجها الحلقة ياسر الغانم وياسر كدش الخلف الكاميرات وفي تسجيل الصوت عبد العزيز المزي وفي التحرير أنس الخليل وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على الإنتاج رازاند هيثن هذا بودكاست سقراط أحد من تجاج شركة ثمانية للنشر والتوزيع اشتركوا في القناة